تخطط الصين لإنشاء مركز عالمي للابتكار في مجال النقل المستدام هذا ما أعلن عنه الرئيس الصيني سيزين بينك في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال حفل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثاني للنقل المستدام حيث قال إن النقل هو شريان الاقتصاد ويساعد على ربط العالم كقرية عالمية كما دعا إلى نظام أكثر اخضرارا وتنمية منخفضة الكربون فضلا عن المزيد من الواردات لدعم المناطق النامية